تحسم روسيا تدريجا معركة بخموت لمصلحتها بعد السيطرة على مداخل المدينة الاستراتيجية مركز المعارك شرق اوكرانيا مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة اعلنت السيطرة الكاملة على جزء الشرقي من بخموت شرقي دانياتسك مؤكدة ان مناطق شرقي نهر بخموتكا باتت تحت سيطرتها الكاملة ماذا سيحدث بعد السيطرة على بخموت وزير الدفاع سيري شويغو قال فعلا انه بعد السيطرة على بخموت سيكون لدينا مجال للمناورة وفي الوقت الحالي لم يواجه العالم بعد الجيش الروسي المجهز جيدا والذي لديه كل الذخيرات الحديثة وكل ادوات المراقبة الممكنة انهم جاهزون تماما وينتظرون لحظتهم وستأتي هذه اللحظة بعد ان تفتح مجموعة فاغنر المجال امامهم للمناورة بعد بخموت دلالات ميدانية وستراتيجية كثيرة تحملها السيطرة الروسية على الجزء الشرقي من بخموت ما يتيح للقوات الروسية امكانية للسيطرة الكاملة على المدينة التي تشهد معارك ضارية قد تؤسس لوقائع ميدانية جديدة في سير العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا لسيما انها تعد محورا مهما لامدادات القوات الاوكرانية في دونباس وانها ستوفر امكانية للقوات الروسية للتقدم وضرب عمق دفاع القوات المسلحة الاوكرانية بحسب ما اكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو وعلى الرغم من تقليل وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن من اهمية السيطرة الروسية على بخموت قائلا ان سقوط المدينة لا يعني تغيير روسيا مسار الحرب لا يبدو ان كياف ترى الامور من المنظار الامريكي نفسه في ظل تحذير الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي في مقابلة مع شبكة سي ان ان من ان سيطرة القوات الروسية على بخموت سيجعل الطريقة مفتوحة امامهم للسيطرة على مدن عديدة في اوكرانيا وهو ما يغير تاليا سير العملية العسكرية الروسية على الارض